اهلا وسهلا بحضراتكو الحقيقة الحلقة دي عايز اقول فيها ريفيو سريع عن الادوات الاحصائية اللي ممكن نكون بنستخدمها علشان نقدر نستوعب فكرة الايتم في research design elements اسمه type of investigation فانا هسيب الشكل ده معروض قدام حضراتكو وتعالوا نفكر بالراحة شوي الفكرة هنا بتقول ايه انه عندنا لكل مشكلة من مشكلات scientific research طريقة للفحص او طريقة ومدرسة وادوات للفحص لو بالمثال البسيط عندنا مريض والمريض ده بمعلوماتنا للطبية البسيطة خالص عنده نقص في مثلا بعض المكونات في جسمه يعني مثلا عنده شيء من الانيميا شايفينه ضعفان شوية شايفينه دونه شاحب او باهت او كده فبنقول الله طريقة الفحص المناسبة هنا تعالى نعمل صورة دم كاملة والبلاد بيكتشر الاناليسيس دي او صورة الدم الكاملة دي حتقولنا ايه المكونات اللي نقصة في جسمه فبالتبعية نقدر نحدد له العلاج المناسب طيب هل لو المريض ده عنده او عندنا شك انه عنده كسر مثلا كسر في رجله او كسر في عظمة من جسمه هل صورة الدم كافية والله حيجي حد بيقول يعني نعمل صورة دم لانه جاي في حدثة جاي في ظروف معينة فنقدر نتعرف على ده ولكنه غير كافي طبعا اه هنعمل ايه الشكل البسيط اللي احنا عارفينه الاكس راي فهتروح الاكس راي كاشعة اه هترتطم بالعظمة الصلبة دي وترسمها لنا وتورينا الفجوة اللي فيها او الكسر فين او المشكلة فين فهنبتدي نتدخل العلاجين فبقى الطريقة الانفستيجيشن للكسر الاكس راي او اشعة اكس طيب لو عايزين نشوف التشوز او الانسجة مش هتنفع قوي الاكس راي هنحتاج نروح لادا اخرى اه على بساطة الاسماء لينا ان ممكن تبقى مثلا ام ار اي او سيتي سكان او الاسماء من اشعة المقطعية او غيره طيب دي هتدى لنا الانسجة والجسم من الداخل طب عايزين نشوف الجسم ده بشكل او العضو ده بشكل متحرك لايف عايزين نشوف المرار عايزين نشوف الامعاء عايزين نشوف جنين مثلا ونتفرج على طبيعته ممكن نستخدم منظار ممكن نستخدم اه اه غير المناظير نستخدم من الخارج الالترا ساوند او الالترا سونك كاشعاب او كموجات فوق صوتية فاتعرفنا حالة الورجان ده ايه ونشوفه لايف او بعض الادوات دلوقتي بقت بتستخدم التصوير الثلاثي الابعادة وثري دي وكولرد كمان فنقدر نشوف تفاصيل الجسم من جهو كويس كل دي ادوات احنا حتى كمرضى من غير ما نبقى حد فينا طبيب او غيره بنبقى عارفينها كمعلومات عامة حضرتك بقى كرسيرشر محتاج تفرق ما بين الثلاثة ادوات الكبيرة دي في الاحصة في الكوانتيتيتيتف رسيرش كوانتيتيتيتف اناليسز يوزن استاتيستيكال اناليسز عندنا ثلاث مكونات او ثلاث اجهزة كبيرة اسمها ديسكريبتف استاتيستيكس كوريليشنز او انفرانشل والثالثة مالتيفاريات اناليسز بتعمل ايه بتختصر يعني ايه تختصر يعني دورها ان تدي لها عدد من الارقام وليكن مثلا بيانات اللي هي data and variable طب نعمل فيها ايه مثلا يعني تخيل معايا انه عندنا عدد من المرضى والمرضى دول عندنا اسمه والجندر ودرجة الحرارة والوزن طب دول مية متين تلتمية الف سبعة تلاف مليون هتعرف على الارقام ازاي هعمل بها ايه هرجعهم واحد واحد وانا عايز اعرف معلومة عنهم كلهم عشان اقرر ساعتها الاختصار هنا ان ناخد الارقام دي كلها نحاولها لك لرقم واحد بالمعادلات بتاعت الاحصل بتعمل ايه معادلة الاحصل مشهورة مثلا اللي هي خاصة بالأفرج اول واحدة هنا افرج او المين بتاخد الارقام دي كلها تجمعها وتقسمها على عددها المعادلة دي سهلة واغلبنا عارفها المجموع على العدد يطلع متوسط اللي هو الافرج اول مين فلما يقول لي ساعتها ان المتوسط مثلا درجة الحرارة هي سبعة وعشرين ونص او ستة وعشرين اسف او تمانية وعشرين اه كده انا بقيت عارف ان درجة الحرارة اعلى من الطبيعي بنص او بدرجة كاملة طيب هل ده يقدر يديني مؤشر اعمل حاجة اه تتخذ بقى قرارك بدعا على ده لو مثلا اداعات او فلوس اداع في البنوك فانت مثلا تجيب اجمالي الدخل او اجمالي الفلوس اللي موجودة عندك كاداعات للفرع البنك ده وتقسمها على عدد العملاء فيطلع لك متوسط الاداع لكل عميل وكذلك الاوزان وغيره طيب هل ده مناسب لكل انواع الارقام لا فيه انواع ارقام اخرى اسمها كاتيجوريال او فئوية يعني او بالفئات زي مثلا الجندر الجندر ميل وفي ميل مش تعمل فيه ابرج المعادلة الرياضية ممكن تتعامل انما هو الاوتكملوش دلالة او معنى لانه لو عندنا ثلاث سيدات وثلاث وسبعة ذكور التوتل عشر على اثنين خمسة الخمسة هنا رقم ليس زو دلالة او زو صفر فبالتالي الانسى بساعتها ان نستخدم الادات التانية اللي هي مثلا المود او التكرارات او المنوال المود او التكرار او المنوال بيقول فين اعداد كل نوع فمثلا يقول من العدد ده تلاتة من العدد ده سبعة تلاتين في المية يقول التكرارات وطبعا كل ده ممكن يترسم في شكل سكاترد بلوت يترسم في شكل بار شارت او بايت شارت او غيره الادوات الاخرى كلها كتيرة اللي هي مثلا مجموعهم اقل رقم ازيد رقم او اعلى رقم اسف اقل رقم الميديان اللي هو الوسط الستاندرد ديفياشن الرينج كل دي ادوات دي دور هتعمل ايه تختصر طب انا اصلا في انواع ريسيرش ديزاين بادور على العلاقة فهل ده يكفي لا فده كده عامل زي صورة الدم اللي هو بيديني حد ادنى من المعرفة حاوليني الديتا اللي هي كمان في الاشكال الصغيرة اللي على جنبي دي لما رسمتها في شكل سكاترد بلوت بدأت شوية اعرف هنا الدوتس المتفرقة دي بدأت تؤشر ان مفيش علاقات قوي ما بين الفاريبال انما المقتربة من بعضها قوي دي ومتمسكة بتقول ان فيه هنا هنا الكوريليشن متاجه في اتجاه اسمه ريجريشن راسم كده معادلة كده هوا الدوتس دي بعيدة شوية الدوتس دي بعيدة شوية وبالتالي نتوقع هنا فيه ارتباط في شكل مش بس كوريليشن في شكل ريجريشن وغالبا هيبقى زي ما احنا شايفينه كده بوزيتيب الشكل ده ريجريشن بس نيجاتيب ده ممكن يبقى مالتبل المجموعة دي مجمعها هنا مجمعها هنا فعندنا كده تو ساتس اوف كوريليشن وما بينهم الارتباط ده مين اللي يبتدي على اساس ده احدد اه لما بتعرف بالدسكريبتب قرر شوية تقدر استخدمينه وان كان بعض الادوات من ادوات الكوريليشن هنا محتاجة معرفة مسبقة بطبيعة الستاتيستيكال اكوشن دي والماثماتيكال اكوشن دي عشان تقدر بالتبعية تعد تعد الديزاين والديتا لها دور الكوريليشن والانفرنتشل احيانا طبعا بيسمى كوريليشن او انفرنتشل اناليسز الاثنين بمعنى واحد بالنسبة لحضراتكم حاليا بيقاس حكتين كبار امونت اند اور ديركشن يعني بيقاس الامونت والديركشن ادواتهم الكبيرة ايه كوريليشن متريكس ريجريشن سواء كان سينجل او مالتبل لينير ريجريشن او نون لينير يعني خطي او غير خطي الانوفا والمانوفا اناليسز اوف باريانس او مالتبل اناليسز اوف باريانس التي تاست والاف تاست كل دي ادوات عفوا محتاجين ندرسها ونبص عليها وعندنا واحدة من الكتب الكويسة في المساحة دي اللي هو كتاب ديسكورينج استاتيستيكس يوزنج اس بي اس اس والاوثر اندي فييل الكتاب ده هتلاقوه متاح ولو بورتال ولو بسايت ولو فيديوز مفيد نطلع عليها الحقيقة الكوريليشن المرادي والانفرينشل كادام الادوات الاساسية في الاستاتيستيكال اناليسز جوة الاناليسز اديتني فرصة ان انا اتعرف على الامونت والداريكشن ودي حاجة اساسية كنا بنتدور عليه بس للاسف تفتقر الى السيجنيفكينس طب ما يعني البعض من اللي عارف اه استاتيستيكس يقول لا ماهونا بيطلع لي هنا اه ساين اوف سيجنيفكينس لا خلي بالك اولا لو طلع مش مؤكد لانه محتاجين فردر انفستيجيشن لان الادوات دي بتقيس كوريليشن بس والكوريليشن هو البيتا الكوريليشن اللي هو بيقيس امونت وداريكشن فقط الساين توزطيب ولا نيجيتف والامونت عديه وما اللي بيكتب لي احيانا اه 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 او مع الجداول او ده الاستاتيستيكال سيجنيفكينس يعني ايه استاتيستيكال سيجنيفكينس يعني تم اختبار الديتا دي وتم اجراء الفحص الاحصائي ده بشكل مميز قوي متطمنين ان الريزلس دي حقيقية او متطمنين الى درجة كبيرة ويكتب الدرجة هيكتب ساعتها الكونفدنس قد ايه تسعين او خمسة وتسعين او تسعة وتسعين فمش ده السيجنيفكينس اللي هو العلاقة ما بين الفاريبلز وبعضها ده سيجنيفكينس اوف ده استاتيستيكال تست طب مين بقى اللي يبتدي يحقق لي ده ادوات اخرى تحت اسم المالتي فاريات وفاريات هنا نقصوب به هو الفاريبل اللي بيحمل الفاريبل طب دي بتقيس ليه بالدرجة الاولى بتقيس الكوزة نيفاكت او بتقيس العلاقة الاخيرة اللي هي ارقى او اصعب العلاقات واعقدها السيجنيفكينس وده ممكن يكون في شكل مكونات متشابهة شوية ومختلفة في بعض اجزاءها وادوارها هقولهم بسرعة ممكن ما يبقاش كلنا اوير بيهم طب الادوات دي كلها انا محتاج اعمل الماثيماتيكا ويجيب ورق او قلم وعمل لا كل ده بنستخدمه كمعادلات رياضية مع برنامج مثلا الاس بي اس اس او الماتلاب او الميني تاب او ممكن يبقى بعض انا بيستخدم الار كسوفتوير اوبن سورس فالمهم انه تبقى اوير بطبيعة الماثيماتيكا او الفورميلا اللي بتعملها علشان حاجتين كبار رقم واحد انك تجهز الديتا اصلا وتجهز الديزاين انه ينتج ديتا ينفع الاداة الاحصائية تستعملها هيبقى فيش تراطات لكده او بعض الادوات دي هتشترط تجمع ديتا اكتر من مرة تجمع بكم معين تجمع من مجموعتين مثلا تجمع من مجموعتين على اوقات متفرقة وهكذا طيب الحاجة التانية انه لما يطلع الاوتكم تقدر تستوعبه وتقرأه وتحلله لانه برضه مش هينفع حد يجي يقول طيب ما ادي الديتا دي لواحد احصائي اللي هو ويعمل لي ده هو هيعمل لك ده ويعمل لك ده اشتر على الصوفتوير اي ان كان نوعه او اسمه ويعمله اسرع منك انما في الاخر انت اللي عارف الريسيرش بروبلم وليتريتشار وديداين بيدور عليه فمش يقدر هو يساعدك في الحتة دي طب يساعدني جزئيا كده في الاحصاء وماله خليه ساعدك وقل لنا اسمه وقل لنا الدور اللي ام بيه انما انت دورك كرسيرشار رئيسي في التعرف وتعريف واختيار الاداة الاحصائية المناسبة وتجهيز الديتا والديزاين ليها وبالتبعية فهم الكونكلوشن اللي طالع وكتابة تعليق واناليسز وكومنتس عليه بقدر يفهمنا ان انت كرسيرشار فولي اوار بالستاتيستيكالاناليسز واستخدمته ازاي وتعاملت معاه ازاي وخاصة لو اجريت عدد من البدايل وعملت تحليلات مختلفة عشان تقدر توصل للكونكلوجين اللي بتدور عليه ده بريفنج سريع يعني ايه مدارس او ادوات كبيرة في الاستاتيستيكس وطبعا الاختيار ما بينهم هيبقى ضقيق شوية ومحتاج للمناسبةWell and All حتى لو ساعدوا فيها الحلقات اللي جاية هنبتدي نتكلم على ازاي نستخدم دول ومي الانسب مع كل نوع من انواع شكرا لكم